تطويل وتكسيف الشعر زي المزرعة بالضبط من الكسافة والطول الكل هايسألك طولتي وكسفتي شعرك ازاي في الفترة والسيارة دي المسكدة خطير جدا للشعر تطويل وتكسيف لو قطرتي منه حرفيا مش هتقدر يتمسيك شعرك من كتر النمو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زيكم حبيبيا عاملين ايه يا ربا كلكم تكونوا بخير يلا بينا على طول نبدأ مع بعض الوصفة الوصفة النهاردة بتاعتنا للأعياد والمناسبات اللي جاية لو عايز الكل ينبهر بشعرك يبقى عليكي بالوصفة دي يلا بينا ندخل عطول في الوصفة يلا بينا المكون الاول اللي هيكون عندنا لابنا تبصوا هي احنا عندنا النهاردة يجي مثلا اربع مكونات كلهم مهمين جدا جدا وخليكم في المكونين الاخار يكملوا معايا الوصفة للاخر لان حرفيا حوريكم مكونات ممتازة جدا جدا اول مكون هيكون عندنا بسم الله الرحمن الرحيم هو الروزماري الروزماري ممتاز جدا جدا لتطويل وتكسيف الشعر المكون التاني اللي هيكون عندنا هو الحبة السوداء او حبة البرقا او السانوش المكونين دولة انا خدت منهم معلقتين طعام اللي هي المعلقة دي معلقة روزماري ومعلقة من حبة البرقا هتجيبي حلة او اناء زي ده ما تكونيش فاكرة ان الوصفة دي هي كده هتبقى دي الوصفة النهائيا لا النهائي الوصفة الاساسية وصفة ممتازة جدا جدا لتطويل وتكسيف الشعر فخليكم معايا للاخر اول حاجة احنا هنعملها وهي ان احنا هنبدأ ان احنا بسم الله الرحمن الرحيم اهو نبدأ نحط الوصفة بتاعتنا بالشكل ده تمام اول مكون المكون التاني اللي هنحطه زي ما قلت لكم هيكون اكليل الجبل اهو الشكل ده تمام وبعدين نحط كوب كامل من المية المية العادية اهو يا بنات جبت شفشا فيه كوب كامل من المية وحبدا ان انت تضيفي المية تمام كده على طول عشان هتغليها لمدة 15 دقيقة على النقل وتكوني وغطية طبعا عليها تمام اول ما تبدأ تغلي هتغطي عليها وتسيبها حوالي 10 دقايق كده تبعد ولا حاجة وبعدين تصفيها وتاخدي المية بتاعتها اهو يا بنات بعد ما غلتها حوالي 15 دقيقة وسبتها تبعد وصفتها عملت كمية المية دي اللي حنبدأ ان احنا نخلط بهم الوصفة بتاعتنا الاساسية احنا كده ما بدقناش لسا في الوصفة بس كان لازم اعمل معاكم الاعشاب دي قدام يعني فحاولت اخلصها بشكل سريع يلا بنا نبدأ بقى في الوصفة الحقيقية اللي هتخلي شاعر طويل وكسيف خلال فتر قليلتي عشان لما يبدأ الاعياد ورمضان تحس ان انت مش محتاجة تهتمي عشان انت اهتمينتي وكنت شطر وبدأت بقى كمية الوصفة للاخر متنسيش تصالي على رسول الله في الكومنتات ويلا بنا حبدأ ان انا اجيب طبق او اناء زي ده عشان نبدأ ان احنا نحط في المكونات بتاعتنا اول حاجة عستخدمها وهي المشاط الملكي الحجاز المشاط الملكي الحجازي ده يا بنات عايز اقول لكم ممتاز جدا جدا لتطويل وتكسيف الشعر لونه يا بنات ممتاز جدا جدا يعني استنوا كده هفتحه قدامكم مشاء الله شايفين يا بنات شايفين شايفين لون المكونات شايفين الجمال شايفين الحلاوة دي ده لونه لونه كده تحسوه يا بنات جاي كده على البني تمام المشاط يا بنات ده مشاط ملكي الحجازي شوفت كمية الاعشاب اللي فيه ما شاء الله ورد مجفف محلب اسود الخزامة الورقة زي زفون البردقوش الهندباء بصوا كمية فوايد بيتطولوا بنعم الشعر سحر للتعطير بيعالج التقصف بيقوي بصيلات الشعر وبيعالج التساقل حاجة كده يا بنات بسم الله ما شاء الله ممتازة هنبدأ ان احنا نضيف بسم الله الرحمن الرحيم اهو معلقة تمام اهو يا بنات اهو حط المعلقة التانية عايز اقول لكم يا بنات حرفيا نتيجة الوصفة دي ممتازة جدا جدا للشعر رائعة جدا جدا يا بنات وحرفيا بتطول وبتكسف الشعر حرفيا يا بنات ممتازة بشكل كبير جدا انا حطيت اهو حوالي معلقتين من المشاط الملكي في اضافة انا عايزة اضيفها انت ممكن تكتفي فقط بالاعشاب والمشاط في حاجة انا عايزة اضيفها وبصراحة بحب اضيفها جدا 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 لو انت عايزة تستغني عنها براحتك على فكه يا بنات المشاط مبيلونش الشعر عشان تكونوا فاهمين بس المشاط مبيلون الشعر ايه الحاجة بقى اللي بتلون الشعر هي الحنة لو انت مش عايزة تستخدمي الحنة براحتك انا عن نفسي باستخدم معلقة واحدة بس على الوصفة دي اهو انا جايب حنة ممتازة حنة اسوانية الوصفة دي يا بنات حرفيا ممتازة جدا جدا للشعر الحنة رائعة المشاط رائع اللي دين مع بعض ميكس رهيب مع الاعشاب بصوا حيا كده ما شاء الله اول ما يبدأ العيد وانا شابت تيجي الكل حرفيا سيسألك انت بتستخدمي ايه الشعر فساعدتهم هتقولولي هتقول لهم ان انت بتستخدموا وصفة سوفي للمشاط والحنة الرائعة بص يا بنات انا بحط معلقة من الحنة بالشكل ده بس الاول بنخلها تمام كده ليه بقى؟ ساعد بحس ان بيبقى فيها شوايب فممكن تبقى مزعجة ليه وانا بستخدم الوصفة او بحطها على شعر شايفين؟ شايفين الحاجات دي كلها؟ الحاجات دي ممكن تنعميها وكده يعني ممكن تعملي كده اهو ما شاء الله بقيت نعم بصوا ما فيش اي حاجة نزلت ما شاء الله ما شاء الله ما فيش اي حاجة فضلت لان هي ممتازة جدا ممتازة جدا للشعر ورائعة جدا جدا على كل دولة بقى بتحطي اي زيت انا هنا بستخدم زيت النخيع نخيع الجمل ممتاز جدا جدا لتنعيم وتقوية الشعر بضيف حوالي كده بصوا الكمية دي وخلص يعني ما تقطريش تمام؟ طبعا هنضيف بقى الاعشاب اللي عندنا اللي هي دي هنضيفي حوالي نص كباية من الاعشاب الاعشاب دي كمان سخنة فهتسيح النخيع جدا على فكه ممكن ما تستخدميش النخيع ممكن تستخدمي زيت زاتون الجوجوبة سمسم زيت جوز الهند برحتك انا مش هكبرك ان انتي تستخدمي حاجة معينة اهو بسم الله هنبدأ هتضيفي نص بالظبط كده تمام؟ و هتبدأ ان انتي تقلبي يعني مش هتحطي مرة واحدة لأ انتي تحطي حبة حبة تبدأ يتقلبي بالشكل ده كده لحد ما يبقى قوام يعني قوام وماسك كده بالظبط زي الحل يعني بالظبط هيبقى كده مسلا شايفين القوام ما شاء الله بدأ يبقى متماسك ازاي؟ بصوا تقلبوه جدا جدا كويس بشكل مش طبيعي كده اهو بصوا ما شاء الله ما شاء الله هنحتاج على فكه كمية كمان يا بنات من الاعشاب بتاعتي لان احنا مش عايزين هتبقى متماسكة او سايبة قوي لأ احنا عايزين هتبقى سهلة وثالثة عشان تعرفي تضيفيها على شاعر كله لو شاعر طويل وكسيف لحد مثلا نص طويل كده وطويل وكسيف كمان اعملي كمية اكتر بصوا كل ما تحطي مية كل ما تكمية تحسيها هنفشت معاك بصوا كده بصوا مش قوامها سايب قوامها مسك جدا تحطي كمية كمان يعني في الاخر ممكن تقفل معاك تحطي كوب كامل من الاعشاب تقليبي كويس اهو يا بنات بصوا بسم الله ما شاء الله ده القوامل احنا عايزينه اهو بالشكل ده لا اكتر ولا اقل وطبعا لسه محتاجة اقلب جدا لدرجة انه يبقى يعني مفهوش اي نوع من انواع اي حاجة مسكة في بعض اشان وانا بحطه على شاعري حتى الدنيا تبقى تمام وبعد كده يا بنات هنغطس عليهم باي حاجة زي الكيسة دي اهو يا بنات بالشكل ده كده بسم الله الرحمن الرحيم طيب هنسيبها بقى لمدة مساء ساعتين ولا حاجة لحد ما المشاط والحنة كلهم يتفعلوا مع بعض مع العشاب اللي احنا حطناها هعفريني يا بنات بجد وصفة ممتازة جدا جدا اه بصوا باي يا بنات احنا هنحط الوصفة بالمشط ده تمام كأنك بتعملي صبغة هتفرقي شعري تبدأ ان انت تخذي الكمية اللي في ايدك وتبدأ ان انت تفرضيها على جزور الشعر هحاول اوضحتوه اوضحلكو في فيديو على الشاشة تمام عشان تعرفوا التفاصيل المسك ده بيتحط على كامل الشعر يعني بتحطيه على الجزور الاول وبعدين تنزلي بالباقي على اطراف شعرك تمام بتسبيه مسلا ساعتين لو احنا في الشتاء الجو بيبقى ساقع شوية فحاول ان انتو تدفوا دماغكو يعني تحطوا مثلا سلوفانا اللي هي الشفافة دي وتحطوا عليها فوطة تمام وممكن كل شوية تسخنوا الفوطة وتحطوه على شعركو لان في الصيف المسك ده على الشعر الشتاء المسك ده بيبقى على الشعر ساقع فممكن يأذي الماغكو يعني بلاش افضل ان انتو تحطوه في الجو ساقع جدا او تحطوه والدف في دماغكو ولدي اهم حاجة ماسك هيل جدا حيت طولوا و يكسب شعرك انا اكون فتتكو مكونش طولتو عليكو حاولتو قد ما اقدر ان انا افتكو في المسك ده فحاولت اشرح لكو على قد ما اقدر اتمنى الوصفة تكون ممتازة جدا لكم بحبكو جدا ومع السلامة